مساء الفولة شباب. النهاردة هنحل الجزء الاخير اللي باقي. اكتب للمعاصر. بس قبل ما نحل تعالى نتكلم على ازاي تعرف البوند الموجودة في الكمباند. لو اي المنت من جروب اي او اي عمل بوند مع سيفن اي بقى دي ايونيك. والكلام ده هتلاقيه موجود في الورقة هنا. هشيارة. لو اي تو اتم زي بعض يعني زي سي اللي تو او تو انتو اف تو ده بيور كوفيلت. الكواردنايشن هم اربعة. ان اتش فور امونيوم اتش ثري او اه هيدرونيوم بي اتش فور فوسفانيا اي اس اتش فور ارزينيوم. كل دول كواردنايشن. بص بق لو جات الاتش اف الاتش سي ال الاتش بي ار الاتش اي الاتش ان الاتش اس الاتش او يعني مش حاجة اسمها اتش او. طب يعني ايه اتش او? يعني المقصود بها اتش تو او. يبقى دي المقصود لما قولك اتش اس. يعني مقصود بها اتش تو اس. دول الاتش اف والاتش سي ال والاتش بي ار والاتش اي والاتش ان والاتش اس والاتش او لهم حالتين. لو جم موليكيول بالمفرد ولو جم موليكيولز بالجمع. يعني ما اقولك ايه? موليكيول بس يبقى بولار كوفيلانت. طب موليكيولز بالجمع. موليكيولز بالجمع يبقى بولار كوفيلانت. وهايدروجين بوند. خلاص? اي مثل لوحده يعني صوديم. يقولك بيصوف كابر دود متاليك. اي سي اتش يعني سي اتش فور. سي تو اتش سيكس. اي كاربونوهايدروجين. دي نامبولر. وحنشير الورقة. ونبدأ نشوف الاسئلة بتاعة كتاب المعاصر صفحة 59. بص في كتاب المعاصر بيقولي هنا ايه? write the scientific term for each of the following. اي بوند is formed when hydrogen atom lies between two atoms of high electronegativity. خلاص على طول اللي يبقى دي هيدروجين بوند. اي بوند is produced from the electron cloud of valence electrons which decreases the repulsion force between positive metal iron in the crystallites. يا سيدي هو اول ما يكلمك انه فيه بوند المسؤول عنها ال valence electron يبقى دي المتاليك بوند. سؤال التاني. اختبئ. البنط اللي هم جيبينة بين احضر